اهلا بكم في فيديو جديد ومعاكم نوها من شركة ايفون والنهاردة معادنا مع فيديو جديد من فيديوهات فتح كراتين حملة اتناشر عشرين اتنين وعشرين الوردر ده اوردر سغنون ما فيهوش هدايا ما فيهوش تحفيزات ولكن في حاجات احلى من الهدايا بكتير وهي منتجات جديدة اه اتوفرت معينا وانا اول ما اتوفرت طلبتها على طول قبل ما ينبتدي تنسوش اللايك وشير وسبسكرايب ويلا بينا تعالوا مشوف الوردر اللي انا جبته في منتجات ايه وطبعا بما ان احنا قبل كده عملنا اوردرات على الكود دوت ونزلنا البروشور بتاع يناير فنزلنا الاكياس والفاتورة ومعينا اكياس الهواء عشان الكارتونة مش مليانة على الاخر وطبعا انا قبل كده جبت درجة من الدرجات بتاعة وعجبني جدا بصراحة جبت الدرجة بتاعة وهي هنا هي معي اه زي ما انتم شايفين وجربتها اه معيك وقلتلكو رأي فيها ايه ومن كتر ما المرتب ده عجبني بصراحة جبت كل الدرجات اللي كانت عاجبيني وهي درجة نود ودرجة بابايا ودرجة بينك ان شاء الله هفتحهم وعمل لكم صوت شات ليهم هما والدرجة الربعة بتاعتهم ويقول لكم بقى رأيي بشكل مفصل ولكن هو حاجة كده تحفى في الترطيب وكمان بتدي لون قوي يعني اللون بتاعها مش ضعيف ده بالنسبة للون اللي انا جربته هنجرب بقية الالوان ويقول لكم اه تأثيرها ايه ده كان اول حاجة معنا النهاردة وحبيت الحقها قبل ما تخلص من اه الشركة لانه منتج غاية في اه الروعة وطبعا كلنا في الشتاء محتاجين ان شفايفنا تبقى مترتبة فده هيكون صديق الصدوك ان شاء الله في اه شتاء عشرين تلاتة وعشرين ومن الحاجات اللي اتوفرت برضو مؤخرا معنا في الشركة وهو اللي سبري بتاع برفان لتل بلاك درس البرفان ده مع شوق الجماهير وانا طبعا من اشد المغرمين به فاتوفر معنا البادي مست بتاعه والبادي مست بيبقى بديل ارخص للبرفان بالاضافة ان هو بيكون اي من ان انت ترشيه على جسمك يعني البرفان في ناس بتتحسس من البرفانين والبرفان عموما مش معمول ان هو يترش على الجسم لكن البادي مست بيبقى امن جدا ان انت ترشيه على جسمك وعشان افضل تأثير بقى للمجموعة تقدري تستخدمي من اول بتاع المجموعة لغاية اللوشن ترطبي بجسمك بعد ما تخرجي من الشاور بقى تستخدمي البادي مست بعد كده هتستخدمي البرفين مع الهدوم فالريح هتزبك معيك ايام زي ما بقول لكم كده لو انت استخدمتي المجموعة كلها والليتل بلاك دريس متاح عندي اللوشن بتاعه والرول اون وكمان الميني بارفان عشان اللي احبب ان هو يحطه معاه ايه في الشنطة هو خارج والبادي مست والبرفان ومتاح من البرفان التلاتين ميلي والخمسين ميلي وكمان الميت ميلي انا البرفان دوات بعشاؤه وعليه الطلب بشكل مش طبيعي فدايما لما يتوفر على طول بجيبه لما بيكون في عروض حلوة فعشان كده اول ما يتوفر معينا البادي مست بتاعه وطلبته كان في عرض حلو جدا انت لو طلبتي قطعتين مع بعض سواء من نفس النوع او من نوع مختلف هتخديهم بسعر اقل كتير من سعر القطعة الوحدة على حده فدي من الحاجات الاول ما توفرت على طول طلبتها ولحقتها من الحاجات برضو اللي كانت بتنزل زمان اا ولكن غيروا شكل الباكتجينج بتاعها وهعمل لكم ريفيو مقارنة بين اا اللي كان بينزل زمان واللي نازل معنا دلوقتي وهو ماسك من ايفون كير الماسك دوت بيعمل على تغذية البشرة بالافوكاتو اا وهو سري ان وان بيعمل نورشنج تغذية هايدريتنج ترتيب صوفتنج تنعيم وهو فورد رايسكن للبشرة الجفة وحجمه 75 ميلي وده شكله يا بنات قويم جوا كده عامل زي الجيلي وطبعا لونه اا اخضر عشان افوكاتو ريحتو جميلة جدا انا عارفها وعارفة ريحتو عشان كده اول ما توفر طلبتها طول بيرطب البشرة بشكل ما اقول لكوش ورحتو افوكاتو كده مسكرة رهيب وفي انتظار اللي بالخيار والصبار هو توفر في الشركة فطلبتو برضو وان شاء الله هعمل ريفيو عن الاتنين واقول لكم رأيي فيهم ايه وما طلبتش الخيار والصبار معي لان هو ما كانش لسه متوفر في الشركة هو توفر مؤخرا فطلبتو وان شاء الله هنعمل عنهم ريفيو الاتنين مع بعض عشان اعملكم مقارنة بين الاصدارات القديمة والاصدارات الجديدة ويقول لكم تأثير الاصدارات الجديدة ومن الحاجات الرائعة اللي اتمنى ان هي يكون الافكت بتاعها ممتاز وهو اللاين بتاع ايفون بارستي بس نازل معانا منتج جديد وهو الم للحواجب كاتبين ان هو طبعا ضد التعرق وضد المية وضد وضد فالكلام دوت ان شاء الله هنشوفه في الريفيو بتاعنا معينا درجتين جبت درجة ديب براون وميديم براون دول الدرجتين اللي يعتبروا مقاربين للون حواجبي برضو هجرب وشوف انه درجة فيهم هكون بيرفكت علي اكتر وهنجرب ثباته ده شكل الالم من جوا يا بنات وهعملكو برضو صوت شاط عشان اللي احبب ان هو يطلب ويبقى عارف الفرق بين الدرجتين او الدرجة معينا هي الدرجة بتاعة ميديم براون وده شكل الالم من جوا بيبقى فيه هنا اسبولي وطبعا الاسبولي دي بتبقى مغلفة كده زي ما انتشايفين وهنا اهو الدرجة والقلم كاتبين عليه ان هو تونتي فور اور بروبين وكاتبين الدرجة هنا اهي ميديم براون وطبعا هو ميد ان جيرماني وده سنه هي بنات ده سنه ودي الدرجة بتاعة الميديم براون زي ما انتو شايفين دي درجة بتاعة الميديم براون تعالوا نحط جنبها الدرجة التانية ودي الدرجة بتاعة دي براون اعتقد ميديم براون الناس اللي بشرتها شوية فتحة او هاجبها لونها فتح دي براون شوية الناس اللي بشرتها اغمى ده شكل الالم من جوا وهنعمل هنا وده يبنات الفرق من الديب براون والميديم براون زي ما انتو شايفين دوت لونه بني صريح لكن ده بني كده مكتوم زي ما انتو شايفين كده اهو وده الفرق بين الالوان اما بقى عن سبيته وهل هو ضد المية ولا لا الكلام ده هنتكلم عنه في ريفيو بس انا حبيت ان انا اوريكوا الدرجات عشان اللي حابب ان هو يطلب الدرجة المناسبة لي يلحق يطلبها لان في حاجات قربت تخلص من الشركة في اه المين معايا من الناين تاع جليمر ستيك كررتهم درجات انا كنت عامللكوا عنها ريفيو وفي درجتين جداد نزلوا معينا فاجبتوهم وبردو هعمللكوا ليهم سواتش الدرجتين الجداد اللي نزلوا معينا هم الدرجة بتاعة ماجستيك والدرجة بتاعة برونز وهما نزلين في العجود الداخلية للاعضاء بسعر رائع جدا يعني بسعر ارخص ما جبتوهم انا اول ما يتوفروا على طول في الشركة اه جبتوهم وده شكل الالم بتاع الماجستيك ابلام اهو يا بنات دي درجة اللون وده كده اسواتش لللون عشان اللي حبيب ان هو يشوف اللون هو فيه لمعة يعني تحيس ان هو اللمعة بتاعته منها فيها اللي هي ميتاليك اللمعة بتاعته كده ميتاليك مفهوش حبيبات لمعة لان هو اصلا من اللاين اللي هو العادي مش اللي هو الدايموند ده اه درجة جديدة من الدرجات بتاعت جليمر اه استيك ومعنا كمان الدرجة بتاعت برونز اه الدرجة دي برضو اه كانت اه متقرارة عندي بس انا حبيت ان انا اجيبها عشان ما اشوف الفرق بينها وبين الدرجة القديمة كان فيه درجة من الدرجات اللي صدرت في الكريسمس السنة اللي فتت برضو كانت اه اه اللونها مقارب للون ده وهي اللي صوتش بتاعها طبعا حبيت جدا انا بحب الدرجة دي جدا 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 زي ما تشايفين بصوا الدرجات جميلة زي تحفة وبتبقى على العين تحفة جدا ورائعة ومن المميزات اللي عجبتني في القلم دوت ان الغطى بيبقى نفس لون القلم من بره دي من الحاجات اللي عجبتني جدا في الباكتجينج بتاع الاقلام الجديدة ده بيسهل عليكي ان انت على طول تختاري من الدرج بتاع الميكب بتاعك الكحل اللي انت عايزيه او اللون اللي انت عايزيه من غير بقى متاود يتدوريه على الاسم او ان هو الدرجة تبقى في القلم من تحت لا فكرة الغطى دي فكرة ممتازة انها تكون موضحة اللون دول الدرجتين الجوداة اللي اتوفروا معينا مؤخرا اما بقى الدرجتين الادام وهم الدرجة بتاعة اكوا سباركل وفوشيا والدرجتين دول مطلوبين مني فجبتهم بس انا هوررهم لكم كده بشكل سريع وهما كده كده موجودين في الفيديو بتاع السواتشز بتاعة الألم الإعلام بتاعة Glamour Stick دي الدرجة بتاعة Aqua الدرجة جميلة قوي تركوز رائعة والدرجة بتاعة Fushia درجة مميزة جدا وصعب ان انت تلاقيها في أي ألم من الإعلام بتاعة الأيلينر أو الأكحال برا وطبعا اللي حابب انهو يشوف السواتشز بتاعة الدرجات اللي احنا مكررين هيقدر يروح للفيديو بتاع الأقلام تاعة Glamour Stick هيشوف بقى كل الدرجات العادية والدايموند طبعا زي ما انا قلتلكم الفرق بين الدايموند واللاين العادي العادي ما بيبقاش مكتوب في كلمة دايموند تحت لكن اللاين اللي هو فيه حبيبات بتلمع بيبقى مكتوب في دايموند آي لينر لكن ده بيبقى مكتوب عليه انهو آي لينر فقط ودي من الحاجات اللي برضو لحقتها من الحاجات اللي انا كنت مستنيها تنزل جدا وهي البالم دي انا كان عندي منها زمان واحدة كانت رائعة وبترطب الشفيف بشكل مايتوصفش من اجمل الليب بالم اللي انا استخدمتها في حياتي حرفيا هي بقى لا ليها طعم ولا ليها ريحة بس ترطبها مضاعف للناس اللي هي ما بتحبش زبدة الكاكاو او الليب بالم بتاعتها يكون فيها لون بتحب ان هي تدي ترطيب وطبعا هي مكتوب عليها ان هي بترطب وبتحمي الشفيف وبتنعمها وده يبنات شكلها وهي من اللاين الليب بالم دي ممتازة ممتازة بتستهل كل جنيه بيدفع فيها فانصحكم تجربوها وبردو هفتحها واجربها واشوفها هل هي نفس الافكت اللي كانت بتنزل زمان ولا اختلفت بس انا مازقا هي هكون هي هيها فمن الحاجات اللي انا مبسوطها جدا ان انا جبتها ومن برضو الحاجات اللي انا انبسطت ان انا لحقتها وهي درجة بتاعت من اللاين بتاع انا الروج ده عندي منه درجات كتير وان شاء الله هعمل لكم اصواتشات لكل الدرجات اللي عندي الدرجات دي تعتبر من الدرجات اليونيك والمختلفة هي درجة كده اللي هي طوبين بيتي ولا هي من البنيات درجة كده محيرة وانا يعني باع شكل درجات المحيرة اللي هي ما تلاقيهاش في اي روج شكل صريح يعني مش احمر ولا فوشية ولا براون ولا بيتي لأ هي درجة كده مباين نباين يعني فانا بحب قوي الدرجات اللي هي بتبقى مختلفة ومميزة فالدرجة دي درجة شتوية طبعا بحت اه بس انا ما بيفرقش معي موضوع شتوية وصيفية انا مع النفسي بختار المكياش بتاعي حسب الهدوم اللي انا لابسيها والله انا لو لابسها هدوم غمقة في الصيف او حاجات تتناسب مع الروج ده انا مفيش مشكلة عندي ان انا حطه بس برضو ما بحطوش الصبح بحطه بالليل لو لون غمي يبقاش المنظر لطيف كده ان احنا نحط ارواش غمقة على الصبح فالدرجة دي انا حبيتها من كلام الناس عنها وكمان هنزلكو شكلها على الشفيف هنا على الان شاء الله لما اه افتحها واعمل سواتشاط للروج هقولكو برضو رأيي فيها ايه لان انا لسه اا مجربتهاش بس طبعا اللاين دوت من اكتر اا الروجات عندنا في ايفن الاعلى ما بي يعني عندنا في ايفن ناس كتير بتاشى الالترامات اللي هو كان اسمه هو بقى اا آلترامات بصراحة معظم او نقول كل روجات ايفن بصراحة رائعة يعني نيجي بقى للصدمة الكبيرة وهو الكريم الاساس بتاع ايفن كالر ترند انا الكريم دوت تبهرني كده الكلام اللي عنه في البروشور وضد التعرق وضد الرطوبة وفي اا مستخلصات مأجوز الهند ومفيد للبشرة وفي اس بي ايف وليكويد وكمان بيدي فايه ايه المزايا التي لا تعد ولا تحصدي فقلت لا خلاص بقى نخد التجربة ونجرب المهم ان انا قعدت عم نصرش كتير كتير عشان اوصل للدرجات بتاعته لان البروشور ما بيبقاش مبين الدرجات بشكل واضح وكنت محتارة بين تلات درجات اللي هي الافري والنود والكريمي وانا طبعا بشرتي فتحة فدايما بجيب الدرجة المنسبة لبشرتي انا مش من النوع اللي بيحبي يغمق بشرته ولا يفتح بشرته انا عايزة الدرجة تبقى بيرفكت عليها فالمهم بعد الصرش عميق اا وصلت للدرجات اللي انا هنزلها لكم على الاسكرين هنا مكان بيين ان افتح درجة هي الدرجة بتاعت كريمي ناتشول وهي في الكتالوج كانت اول درجة وهما في الكتالوج عادة بيبقوا مرتبين الدرجات من الافتح للاغمق ولكن الصدمة كانت طاقتن في ان الدرجة تلعت الاندرتون بتاعها اورنج وطلعت غمق جدا واغمق من بصرتي بكتير هوريكم الدرجة من جوه دلوقتي فدي من الحاجات اللي مبسطتنيش بوصتوا الدرجة لونها غمق بالنسبة لي بيش غمق قوي والاندرتون بتاعه اورنج يعني انتي حط على وشك حاجة اورنج انا اعرف الاورنج ده بيبقى حاجة كده اا في الكنسالة بتاعت اا مثلا حوالين العين الكونسيلر بيبقى مثلا فيه اورنج تمام اا اعرف ان الدرجة اللي فيها اورنج دي بتناسب الناس الصمر لاصحاب البشرة الصمراء لان هي بتعمل تعادل مع لون بشرتهم لكن اا افتح درجة في الكريم الاساس يكون لونها غمق بالشكل ده فده بصراحة يعني من اكتر الحاجات اللي دايقتني رغم ان انا جربته وبصراحة الايفكت بتاعه ممتاز خفيف جدا على البشرة وما بيشدش البشرة يعني ما بيسبش البشرة كده ماته لأ بتحسه طبعا بترتيب عشان فيه مستخلصات ماء جوز الهند وتغطيته المتوسطة بصراحة رائحة عاملكو ريفيو مفصل عنه ولكن انا صدمت من الدرجة بتاعته يعني يعني كريم اساس من الفئة السعرية الممتازة يكون في كل المميزات دي فنصبط بقى الاداء يعني نصبط الدرجات نعمل درجات مناسبة للبشرة الفتحة والغمقه وكده يعني بس انا عموما هحاول لان انا اجرب درجة ايفري او نود مش عارفة لسه مكررتش لان انا خايفة بصراحة اخد التجربة تاني واجيب درجة تاني وتطلع برضو مش موفقة ومش مناسبة في التعليقات بقى نفيد بعض في التعليقات تحت وقولولي اللي جاب درجة ايفري او اللي جاب درجة نود يقول لنا الايفري فتحة ولا لا والنود فتحة ولا لا والايفري عادة بيبقى الاندرتون بتاعها على بينك لكن النود بيبقى الاندرتون بتاعها على بيج ففيدونا بقى في التعليقات زي ما انا كده بفيدكوا بضحي عشانكم يبقى انتوا المرة دي يتفيدوني لان معظم الدرجات بتاعته خلصانة من الشركة حتى الدرجة دي لقيتها بعد ما طلبتها خلصت من الشركة فكريم الاساس بتاع ايفين كالور تريند من كريمات الاساس الايفكت بتاعها كويس وكمان السعر بتاعها ممتاز لان اللاين عموما بتاع كالور تريند ده معمول للناس اللي البودجت بتاعها متوسطة يعني البنات اللي في الجامعة البنات اللي لسه بتبتدي تشتغل ومرتبتها يعني في المعقول فهم عاملين اللاين دوت عشان فئة معينة من الناس اللي تقدر تناسبها ومع ذلك انا شايفة ان الايفكت بتاعه رائع يعني انا من اجمل الرجاجات اللي جربتها وسبتها ممتاز وتنتد على شفايف رجاجات الكالور تريند سواء الكريمي او المط او حتى الديليشيس بصراحة اروع من بعض التلاتة هكلمكم عن الكونسيلر برضو من اللاين دوت انا جبته هكلمكم عنه في حاجات كتير من منتجات كالور تريند لطيفة المسكرات بتاعتها لطيفة المسكرات الشفيفة لطيفة فالمنتجات رغم ان هي سعرها قليل مقارناتا بحاجات تانية موجودة في الاسواق اللي ان الجودة بتاعتها عالية بس انا مشكلتي كانت مع الكريم الاساس دوت في الدرجة ففيدوني في التعليقات تحت انه درجة جبتوها طلعت فتحة او انا بحب الكريم الاساس اللي بيبقى لونه بيج الاندرتون بتاعه بيج يبقى فاتح والاندرتون بتاعه بيج على بيج مش بيليق علي اللي بيدي على روز بيليق على الناس تانين او بيليق على بشرات لونها افتح مني فمستنية بقى رأيكم في التعليقات اما لو احنا حابين نعمل اختبار للثبات بتاع قلم الحواجب فانتو شايفين اهو شايفين قدامكم الثبات شكله ايه اما بقى الاقلام بتاعت فدي روعة الروعة زي ما انتو شايفين ثبات مش طبيعي ثبات مش طبيعي عشان الناس اللي سألتني انا عملالكو اختبار ثبات في الفيديو ويعني كحط في ايدي على قد ما اقدر والالوان ثابتة جدا ده يا بنات فيما يخص الاقلام بتاعت اما الاقلام بتاعت بارستي بتاعت الحواجب فدي بقى هنتكلم عنها في ريفيو من فصل عشان عايز اتكلمتكم عنها كده باستفادة ده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى اكون افتكوا ولو حاجة بسيطة طبعا اللي محتاج اي حاجة من المنتجات دي يقدر يعمل العضوية معنا في ايفون عشان يخدها بسعر مخفض عن السعر اللي موجود في البروشور كمان ستقولكم ان البروشور بتاع حملة 12 بينزل مجانا مع اي اوردر تعمليه من يوم 6 ديسمبر نزل معنا العرض دوت فاللي حاب من هو يستفيد من عروض ديسمبر وياخدها كمان بخصومات رائعة يقدر يعمل العضوية معنا في ايفون ويكلمني على الرقم الموجود اعلى الشاشة على الواتساب عشان نعمل العضوية سوا يستفيد من خصومات البروشور من العروض الداخلية بتاعة الاعضاء اللي انا بنزلها لكم اول باول على القناة عشان تشوفوا قد ايه العضوية في ايفون شيء مميز وهتحصلي على عروض مميزة وكمان اقل سعر الشحن على مستوى جمهورية مصر العربية واحيانا كتير بيكون الشحن مجاني تشتري اردارك وتاخد علي خصم وما بتدفعيش ولا جنيه شحن بالاضافة ان اللي مش حابب ان هو يعمل معنا العضوية ومش هيقدر يكون عنده استمرارية في ان هو يعمل اردارات من ايفون بيقدر يكلمني برضا على الواتساب يطلب اللي هو عايزه من البروشور بتاع الحملة الحالية او يخش على الجروب بتاعي فيه عروض جميلة جدا وفورين متاحة على التسليم على طول واللينك بتاعه في اول تعليق مثبت وكمان في سندوق الوصف واسمه هنزللكو هنا على السكرين تقدروا تخشوا وتعملوا طلب انضمام ويتنوروا الجروب وتشوفوا الاورود الحلوة وبرضو تكلموني لو محتاجين اي حاجة ده كان الوردر بتاعنا النهاردة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب واي حد جرب اي حاجة من المنتجات الجديدة او من الحاجات اللي انا اتكلمت عنها النهاردة يقول لنا رأيه في التعليقات تحت نشوفكم فيديوهات حلوة كتير وريفيهات احلى على خير باي 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 ب